أرجعنا لكم أعزائي المستمعين ومازالين موصلين معكم في الجزء الثاني من الحلقة دينا اليوم معي الأستاذ أشرف بغابة أخي سائطة روي الطبي وغنتكلم معه اليوم على السياتيك أستاذ أشرف صباح النور عليك صباح خير وصيد دائشة شكرا للاستضافة وجمهة ببركة للجميع شكرا لك يا رب أشرف شكرا لك إذان أشرف اليوم كيف ما قلناه غنتكلم معك على الموضوع ديال السياتيك ومنه غنتطرق المواضيع أخرى كتير ولكن البداية نعرفه معك بشنو السياتيك دونك غنعرفه سياتيك وطبع هذا الحال سياتيك بش يفهموننا الناس هو الدارجة ديالنا هو عرق بوزلو دونك هاد سياتيك هو واحد المرض ناتج عن الإصابة أو الضغط أو الالتهاب ديال العصب الوراكي للجدور دياله في أسفل الظهر مما كيعطيه واحد الألم في أسفل الظهر وفي الأطراف السفلية دونك هذا هو السياتيك هذا كعصب ولكن شنو هم ذيك الإصابة دياله وشنو الضغط اللي كي وقع عليه وشنو هاد الالتهاب غال يشوفهم بالأسفل إن شاء الله نعم هو قبل ما نشوف الأسفل هو لمن كيجي عموما زعمه زعمه وش كيجي بالكثرة زعمه وش يعني الجنس ديال الإنسان كيحدد هاد المشكل هادا او لما عندوش مثلا كيجي نسا كتر او رجال كتر شوف هو هو ان جنرال كيجي نسا كتر نسا كتر اه كيجي نسا كتر يعني علاش المرة مشيف حرج الرجل كيتحرق شوية كيحراق المرة اللي كتجوش كتولاد كيوقع ذلك والبوع ومثلين مرة اللي كيجي جعله اكتر عرضا هاد عرق بوز اللوم على الرجل نعم شنو من الاسباب لهذا عرق بوز اللوم؟ السابق اللي هو كيمتل واحتمانين في المئة هو الانزلاق الغضروفي أو ما يسمى بالفتاق انزلاق الغضروفي كما كان عارفه العمود الفقاري فيها فقرات وما بين فقرات وفقرات كيجي ننفتش حيما الغضروف التي تعطيه أرياحية بالنسبة للحركة العمود الفقاري ما يحدث؟ من الذي يكون الإنسان بسبب الوزن يزيد بشوية 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 الوزن يبدأ يبط على الغضروف ويبدأ يتكي عليه حتى يخرج رويزه يتكي عليه حتى يوضع عمل يشخي من البلاثة كيف يطاقر هؤلاء الغضروف يستطيع أن يخرج أولاً للوزن الثاني توفى تركي الموضة ويكون تقوم بشوية 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 لغضير ويكون تقوم بمتازحة بشوية 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 أي أنه يكون ت وكفي مواد الطبع الانزيلاق الغرورفي. لأن الإنسان صغير تم تحرك. الانسان يتم توقف عن عمود الفقاري 20 أو 22 أو 23 يمكنه منذ مواد اثنين عامود فقاري لذلك. لديه أسباب أخرى مثلا يقدم اول عملية الدعوض ويقوم بتشنجة العضلية. وكيف تغطير على إصلاح القوى بسيطة أوريمة أي شيء تغطي عليه أم لك أو تصيبه أو يتعرض للإتهاب يبقى يعطي أعرض أنها ليست إذن كم يتغطي الأوريمة هناك شخص يتغطي الأوريمة وكيف يستطيع إصلاح القوى لأنه يكون هناك كبيرة يمكننا أن نقوله حسي وحركي حيث الأعصاب يكون حسي وحركي يكون حسي وحركي وحركي وصياتك أطول ناغل الذي يبدأه هو صياتك يعطي الإحساس والحركة من أطراف سفلية كاملة ما يحدث؟ من الذي يحدث على كمبريسيون على العرق لا يحدث الحركة في الطهر يحدث الحركة في الطراجي نقل الذهاب كاملة يحدث من أسفل الطهر ويقوم الأقصص على الجوش يعطين لفاصل لوليين القداماء ولفاصل الأخرانية لبناء دون الرجلين يعني من يصدف حركة يطرح بطراجي كامل يجب أن يطرح بطراجي كامل ويقوم الأقصص على ناس التي يتميّه طبيعة الحال لأن كما نعرف الطابقة ما هي الأعصاب التي يكون في العمود الفقاري كما هضرنا عنه شوية لوبوة مثلا هضرنا على برفوة حتى المصران الذي يكون منفخ بززاف حتى يعطيه واحدة ولكن هذه هي ممونتانية مثلا عن قطرون طريطي وغير السبب وغير يمشي ولكن من الذي نصل إلى حالة التي يكون فيها مثلا إذا رجعنا شوية نزل لغضروف من الذي يبقى يتكالي الغضروف حتى يصل إلى حالة هذه الساعة لا يكون صالح نيدوان أو أي شيء ما يمكن أن يكون من الجراحة لذلك هؤلاء الأسباب في الفتقة السياتي وعليش نجبر في بعض الأحيان يعني الناس صغر أو يعانيهم السياتيك؟ يكونوا عندما صغر فلاج يعني لا تدرك شيء العمود الفقاري يوصل إلى هذا الضغط أو يضغط على هذا الغضروف حتى يوصل إلى هذه المرحلة التي تكلمنا عليها؟ أرى أنه يمكن أن يكون ويراتي يمكن أن يكون ويراتي يعني هذا كارتيلاج فهمت؟ يمكن أن يكون ويراتي ولكن لا يوجد بواحد برسنتاج الذي يجبعها غاغ غاغ من الذي يجبعها مثلا السيد الولد بقي صغير أو السيدة بقي صغيرة وجاء ديكسياتك يكون في الأغلب يكون ويراتي حيث لا يدرك شيء مثلا هو في عشرين سنة أو في مستاشر سنة سوف يفرع ذلك الكارتيلاج وأخر بقى يضرب عليه هو ستين سنة أو سبعين سنة يعني بارفوه يقدر يكون واحد برسنتاج دياله جينيتيك؟ نعم واضح بالنسبة للأعراض دياله سياتيك هذا؟ أول حاجة هو الألم بأسفل الظهر والأطراف السفلية من جهة ديالهر يبدأ الحريق خصوصا من اللي كتتحرك من اللي كتسعول من اللي كتتفواه يبقى يعطي الحريق في النص ويهبط على الرجل هذا المسائل اللي هي الولية أولية من بعد ما يوقع؟ يوقع شوية تنميل كتحسب الرجل ديالك بدأ يتنميل كتحسبها في حالي يتنميل الفرج لك والديبة مثلا كتبقى ذلك اللي كخمب مثلا كتبقى وكتبقى واحد مداليه طويلة حتى كتبشي عد هدو ما مسائل الليه من بعد كيبدي يمشي الإحساس مشي ديما كيمشي الإحساس يقدر يكون الإحساس مفرط ويقدر ينقص الإحساس يعني مشي ضروري يكون عادي ينقص الإحساس هدو أعراض أولية كان بدأوا بهم قلنا الألام قلنا شوية النمال شوية كتبقى تحس برجلك تقيل ما كتقدرش يتحركه مثلا كتبقات رجلك ما كتقدرش يتخلف به يعني مني كتبقى تعمل رجلك ما كتقدرش يعني إذا تهز ولا تموت ما كتبقى تعمل حتى شي حاجة لانك أوتوماتيك موذيك الساعة كان قولوا يمكن يكون عنا لنا سياتيك سواء ملتهب سواء عليه شي ضغط أو سواء إذا كان مثلا هذه النقطة مغضرنا شعلي الأسباب للناس اللي كان يطيحهم سطاح ولا يطيحهم شي حاجة ويأتيوا على العمود في قريدينا وحتى هدو عرضاتهم بالنسبة لها السياتيك هذا نعم هدو أعراض الأولية قلنا ولكن فوقاش مليك تقول الأمور أصدقاء مغضرنا أنه هو الديسك مثلا أخرج من بلاستو وعود إلى الكمنطاكت ومثلا الشخص من الممكن يتحكم في البولة وفي خروج فهذا قد تكون مغضرنا وكتبقى تستدعي بطبيعة الحال العملية الجراحية نعم واضح بالنسبة لتشخيص أستاذ أشراف كيف يتم؟ أول شخص يكون سريري والذي يكون باين ب 71% 25% 93% من العمود الفقاري تختصف ماذا؟ ما majority ؟ جراحة العمود الفقاري والدماغ عمود الفقاري والدماغ طبيعة الحال هم اللي يكون عندهم هذا الدورة ديال التشخيص يعطي كتشخيص مبداي أنه مكاين الأعراض مكاين بعض العلامات ديال السياتيك ولكن كتبقى واحد العشرة في المئة والعشرين في المئة كي نعملوا سكانير وبرف واحدة لييريم لييريم كتبط يعرف الانسان كي يعرف الانسان عنده بالضبط اما غاديو هذا الراديو ما كي يبينو شي بواحد فهمسي يقدر يكون واحد البنسمو يعني ذيك الكارتيراج اللي كي يكون ما بين فقرة وفقرة في الراديو عادي كي يبينو خوة يعني نورمال مزيان ولكن من اللي كنشوفه بذكي قرر عاد كنقوله في الراديو قدروا نحكم ولكن بارف واخر من اللي كي يمشي عمد الراديو غير لتعوج ولا عمل شي حاجة يقدر يبينو شي ضنك من أحسن كي نعملو سكانير ولا لييريم من أحسن كي يكون تشخيص في المحل دقيق نعم واضح بالنسبة للعلاج هنا بحكم أنك أخي سائي ترويط طيب كيف يكون العلاج هنا عندكم العلاج عندهم مراحل نبدأ من اللولية ونحضر على الترويط طيب في اللول كي يمشي عن طيب يعطيه مضادات الالام هذا مضادات الالام طبيعات الحال فيهم 10 دقري فيهم برمية طالية مضادات الالام مضادات الالتيهاب كيف يمشي ونحن لا يزيد حتى يصل إلى طيب الترويط يصف على المورفين ويصف على المورفين حتى يكون الحرق ونحن نعطيه الالتهاب حتى يزول التهاب لماذا يبدأ أنه يحطي الحرق؟ حتى يكون تحق والتهاب يعني أكبر كائن الفتاق حتى يحل إذا تحييي الالتهاب يبدأ ينقص الحرق حتى يقوم بالتهاب ونحن نعطي العضل ما يقع العضلات يبدو يضعفه يعني العضلات يبدو يضعفه المفاصل يبدو يقصاحه ما هو ترويط الطبية بالتدخل؟ هو يعمل على ركوبراسيو أنه كيف يقوّل عضلات هذا السيد وكيف يعاونه بالموين أنطالجيج الحريق الذي ندرو على الترويط الطبي العلاج اليدوي والعلاج الطبيعي والعلاج الفيزيائي الذي يحاول نقص الحريق بالطبيعة الحال نحاول نعمل على ركوبراسيو فيزيك أعطينا الدواء وعملنا الترويض ومع ذلك أنه باقي ذلك الشيء ما هو وصلنا إلى واحد الليطة أنه هو تالي فونكسيون دياله أقل فونكسيون في حياته اللي هي الخالفة ما يقدرش يعمله نقوذيك الساعة كانت تدعيه هنا باش يكون تدخل الجراحي بطبع هذه الحالة هذا هو العلاج ثلاثة المراحل هو هذا اللي يكون باش نوضح معاك النقطة اللي كتخصكم ثم كأخص أي انتر والطبي ثم كتخدموا ذك ساعة للعضالة أنكم كتقويوا العضالة هذا هو نحنا الدور ديالنا كمرويدين طبيين أول حاجة نقصوا شوية من الحريق بذيك اللي زباري ديالنا ونقويوا العضالة لماذا نقوي العضالات؟ حيث المرأة من اللي يكون يحس بالحرك لا يقدرش يحرك رجله العضالة إلا ما حركتها شيء إلا ما تنيتيها شيء وطلقتها كان قصر وكان ضعف ويقدروا يصبروا ويبقوا ديالساكل يعني يبقوا يحويج على حياته كاملة نحنا الدور ديالنا للتراويض هما كان عملوا على إعادة التأهيل الطبيعي هذا هو الدور ديالنا كمرويدين طبيعي وبطبيعات الحال من اللي كان قويوا العضالات كان حاولوا نخدموا معهم الوظيفة ديال الخلفة وكذا هو الوظيفة اللي كيينة في الأمم الأنفري لقد ظهر الله وصلت الأمر للعملية الجراحية من بعد أيضاً من بعد الرحة عاود خصوة نصر ويطب هناك يكون بأسر عاود آخر من اللي يمشي عمل العملية مش يعمل عمل عملية ويطلع في الدرجة ويبقى واحد المودة جالس مرتاح وذيك المودة اللي يقلش كيوك عاود العضالات قد ضعف ويقوموا معهم بشوية بشوية وإعادة التأهيل حتى يرجع نحياته اللي هي طبيعية طبيعية واضح بالنسبة لا قدر الله المضاعفات ديال هذا المشكلة هذا مضاعفات هو الشلل الشلل النصفي وبين الكل النصفي بالنسبة للأطراض السفلي اه لانك نوصلون ديك اللي طاديك يكون شوية لونيك صافيت باراليزة وانسان كي تشوها من تحت ومعك يأذ مشي غير في الحركة وفي الإحساس صراحة العضلات دياله كيف ما قلنا كاملين راح نقول لك حتى التواليط ما يقدرش يمشي عمله ومعك يكون ديك استعداره وريخصو يكون معاه مرافق لي لبي له الأشياء دياله للحياة اليومية ومعك يكون ومعك يكون من بعد كين ضرر من بعض المريض ومعك يكون مرافق نعم بالنسبة للوقاية من المشكلة هذا أستاذ أشرف تنقل الوقاية على حساب الأسباب ومعك يكون مرافق ومعك يكون ريجيم مرافق مثلا إذا كنت كنت نهوز نحاول نحاول نحن 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 بعض المحاولات نحن نحن من غير نحن خدمين احساب المحاولات لتعلم السفر لم يكن من يزال السفر محاولات الغضاء لعبة أو انه هو من غير الى كانويراتي ولا هكذا سيكون مسائل مختلفة نعم تكلمت على واحد نقطة لي هو التقال وفعلا كان جبره بزاف الناس اللي كي يكونوا يعني سبورتيف او كيمشوا لو صار بزاف كي عملو اه يعني كي هزوا التقال هادو بيدهم كي كيتعرضوا مع الاسف لهذه المشكل وكي ينصحهم بانو معملوا واحد الصماطي اللي كي جمعوا موش فعلا هادو يعني عندهم واحد نتيجة او هادوك الصماطي خصوصا الناس اللي كي بشي الطرينار علاش حيط نورمال مؤخر من اللي كي يجيوز اتقال رأى اي حاجة في الموطع ديالك تبغي تفلت علاش حنا كان فكسيو خصوصا هاد الفقارات اللي كيكون في اسفل الدهر باش العمود الفقاري كيكون فكسي يعني ديال الغضروف مكيمشي مكيمشي ومع ذلك يقدر وناس اخرين مثلا اخر كيكون مثلا غالب عليها الحمول غي ناعس 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 قل لك انا مشي نتريض ما عرف هو الو كي يمشي اه اه هنا هازجيت قد او هازجيت قد او هازجيت قد او هازجيت قد او هازجيت او هاذا كنممو كيكون ديجا عدلة دياله فيهم اراق يعني ما عندوش اللي هيغي يوقف له العمود الفقاري كل شي دياله فابل جيبغاي يترينارو وانا مشا هوا وصلا نفتق الثلاث آخر ما عنده احتشي ديراية بالرياضة ودائما مثلا من نصحون الشخص الذي يتريد يكون معه الكوتش خصوصا في الحديد. باقي مثلا الميكانو ترابي التابير والمكارديو هذا عادي اي واحد يقدر يعمله. ولكن المسكولاسون ضروري يكون الكوتش لكي يعطيك ديفرية بوزيسيون. يعطيك الو بول يتقدر عليه. يعني يكون ديك شيء مقرر كما نقوله. ليس غير شبار ومشي. اما القضية ديك صماتي هذيك كطريقة وقائية. ولكن ليس بمية في المية. الانسان يبدأ بشي حاجة اللي هي بسيطة ويقوّل عضلة دياله يكون قادر انه يعني يوز ديك لوبوا وبشوية بشوية مع الكوتش دياله غادي يكمل المسائل دياله باخر وعلى اخر. نعم. كان واحد نقطة اخرى استاذ اشرف هي يعني اغالي بيد الناس يعني عندهم الحرق في الطهار. يعني ما في حالة قلت الحركة ما كتكون شيء بزيف. قلست اغلقاء بزيف. فوقاش انا نحرف لقد در الله فعلا عندي مشكلة. يعني هاد الحرق هذا سينيا المشيقر وحل الحرق عادي وغايدوز. شوف هو الالم ديال الدار يكون عنده بزيف ديال اسباب. بارفوك يكون مشكلة العضلة مثلا نقع فيها واحد بديد شرير تقطعت واحد شوية كتفقت عطي الحرق. خص شوية ضرب بخصة. هاده اللولية. كين واحد المرض يقدمون لسياتيك الخافي ولا شيء. حتى يكون واحد العضلة اللي يسميها البريفورم. كما يوقع على مثلا. لكن يجي اهرباء الناس اللي يعمل مثلا ديال الكرطيرات اللي في مورطرة وزيزة وذلك شيء يعمر ديال الكرطيرات وكيمشو يقلس على ديال الموطع. كي يقلس على ديال البريفورم. كيبقى يجالس عليه يجالس عليه. كيعمل لكومبريسيو على السياتيك. كيعمل على ديال العضلة اللي يزمين منها. يبدأ ويبدأ يشبر الحريق ويقوله على قلوب السياتيك والسياتيك الوهمي هذا. من الأحسن نصيحة هذه الناس الذين يتعاملون في الجيب دولة وتقلس عليهم. لذلك يقع لك كمبريسيون. لذلك كين مثلا للومبوسياتالجي مثلا الحريق ديال غيجيون لومبير يعني أسفل الدار والتحت. هذا يكون موضيعي يقدر يكون شيء بطيس. لذلك يجب انفلماسيون خفيفة أعطته الحريق وبعد ذلك يشرب الدواء دياله ويمشي في حلوة. ولكن فوقها نزيد ونقفرمي ويبدأ هذا السياتيك. ومن الحريق يبدأ يهبط على الرجل. ويبدأ يسبب إعاقم بعد ذلك. نحن لا يمكن أن يكون شكو. ومثلا مثلا. يتكرر. يجي واحد الموت الدواء ويقوم بتحديد العصاب يقدر يتنفلما والدواء والترويد والناتاسيون. وهناك قضية حتى الناتاسيون بزيان أن يسحب السياتيك. لذلك قد تكون هذه الفترة ديالتيها. يطيل حريقنا الضهار مثلا. نعستي لدينا شيء قصح أو شيء موفيسكاليتي. شيء موزيسيوني ماشيوها. يقدر يعمل لك واحد الالتيهاب اللي هو خفيف. ولكن بعد ذلك يدوز بالدواء وصف الفقاش يكون قباح. من اللي كان ندوزه من ايجو الكونيك. يعني من حد المزمين. في هذه الساعة يكون خصتها دخولات طبية. وقلنا أيضا أو قلتي أن من اللي يحس للشخص أنه بدأك يهبط له على رجله. الحريق مبقاوش غريف من منطقتين. الظهر بدأك يهبط للرجل. شوف هي واحد القضية. مثلا. لا يوجد الأشخاص كاملين. نفس الأعرض. نفس الأعرض. يعني لماذا؟ حتى نشوفوا الكمبريسيون فإن كينا بالضبط. إذا كان تكي عليها واحد قليلا. إذا قدر يوصل للغير تحت جوكبه. يبقى في العرق. مثلا إذا كان مواليها واحد قليلا. واحد قليلا. واحد قليلا. واحد قليلا. في الفيس. ولكن من اللي كان يكون الكمبريسيون طوطال. ثم ما يعطيه في طراجي دياله. وكان يحسي المريض. واحد حاجة نسيناها. أنه هو الضوك يضرب له في الرجل دياله. يكون غالس. يضرب دي شارج إلكتريك. حتى هذا من بين الأعراض ديال السياتيك. نعم واضح. تبارك الله عليك. أشرف بغيب أخي. سأي ترويد الطبي. واليوم تكلمنا معك على المشكلة ديال السياتيك. نكون سعيدة بتوجيدي لكم معنا.